اشتركوا في القناة وقت الحصة فلت ولا لا مفلتش لكن تقريبا احنا مقفلناش بالسرعة فبالتالي لما جينا ندخل تاني قالك لازم تقعد تسعة دقيق دي حاجة في الزوم لازم نشوف لها حاول نشوف لها حل ان شاء الله رب العالمين طيب المهم نكمل اللي احنا كنا بنقوله الجزء بتاع الـ يوسف وفاطمة بعد اذنكم تقولي لي ايه اللي فهمتوه من اللي انا قلته في الجزء بتاع الـ 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 يعني نعتبر السائق اللي هو يعني اللي هو العساس انما نافيجيتر او المساعد لي المساعد او المساعد اللي هو اللي بيوجه المبرمج اللي بيكتب ايوه تمام طيب اه طب في حاجة هو السؤال بعد الوقتي هل السائق او اللي هو دايما بيكتب على الكيبورد اه بيفضل على طول يكتب على الكيبورد ولا بيغيروه رأيك لا ساعات بيغيروه مش ساعات هو على طول بيغيروه يعني يعني هم بيقسموا الوقت ما بينهم اه واحد يكتب واحد اه هو الجايد او هو اللي يوجه ماشي المرشد اه المرشد وبعد كده اه وبعد كده يغيروه تمام اه يعني احيان بقى دي على حسب اتفاق يومين يومين تلات ايام تلات ايام على حسب الاتفاق ما بينهم اوكي طيب اه فاطمة واضح القصة دي او طيب جميل اوكي طيب مين فاكر احنا اتكلمنا على الفلوت شارت قبل كده حد فاكر قلنا ايه على الفلوت شارت مين فاكر طيب احنا قلنا ان هو ايه مخطط مصار اه لو انتو فاكرين احنا كنا اتكلمنا على الوصفة ازاي اه نعمل وصفة لحل مشكلة او حتى اه مش لمشكلة هي طبعا تنفع لمشكلة تنفع لبرنامج على الكوبيوتر وتنفع اه حتى توصف بيها ازاي تعمل اه كيكة مثلا او او يعني الكيكة اللي هي ظهرة قدامنا دي ايه الخطوات اللي تعملها تحط دقيق وتحط بيد على لبن وهي كزا تمام لحد ما تطلع في الاخر حاجة مستوية تتاكل تمام فده اللي احنا مستخدمين هنا ده سموشوت شارت اه مخطط مصار تمام الحل ماشي يا جماعة تمام طيب اه لو احنا حبينا طبعا فيه ادوات او مكونات لمخطط المصار دي احنا حنبتدي نذكرها سنة سنة يعني عايزين مثلا البرنامج اللي احنا اه البرنامج اللي احنا نفذناه من شوية ده اه لو تفتكروا الجزء اللي احنا عملنا فيه print وبعد كده اه خدنا input من اليوزر اه خاص بال birth date يعني اللي هو تولد سنة كام وبعد كده اه عملنا عملية حسابية عشرين عشرين ناقص birth date وعملنا print في الاخر طيب اه الكلام ده نقدر نعمله ازاي اه في هيئة في الوط شارت هو الطبيعي ان انت قبل ما تكتب الكود ان انت تبتدي تعرف تعمل ازاي الفلوت شارت ماشي ليه بقى لانه الكود احيان خاصة لو معقد شوية ممكن يطلع فيه مشاكل لو انت متشفين بالزبط هو مفودي يعمل ايه طبعا احنا نتكلم اللي احنا نتكلم لوقتي في كود بسيط ماشي احنا دايما بنبتدي الفلوت شارت بستارت وهنقوم هنا ستوب طيب شكل الستارت والستوب دائما بالمنظر ده كده تمام طيب اه اول حاجة عملناها ايه لو نفتكر من الكود طب نبص على الكود تاني بصة كده اخير قبل ما نبتدي نكتب شايفين يا جماعة الكود احنا عندنا كم سطرة الكود شايفين معاني الكود يا جماعة ايو تمام جميل انا انا كده اختصطهم بس الايه اللي اربع تصر بالمنظر ده خطيت الانبوت جوه الاداة او الفونكشن اللي اسمها انت بس كده ماشي عشان بس ايه تبقى لدنيا واضحة معانا يبقى احنا عندنا اربع خطوات مصدود نعمله جميل عندنا وعندنا خدنا انبوت من اليوزر وبعدين عملنا عملية حسابية جميل طيب اذا ازاي نعمل الكلام ده ازاي نعمل الكلام ده على اوزانش طيب ادي ماشي وادي هنا تمام اه نشتاجين اول حاجة نعملها ايه يا جماعة نعمل مش احنا عندنا اول حاجة نقول له دخل وبعد هاخد وبعدين هعمل حاجة اسمها ايه او عملية حسابية بلاش بلاش عملية هو احدودك بتعمل حاجة الوقت ايه تنتم شاكين مبيش حاجة ظهرة قدام اعمل اعمل داونلولوز اي دي امي لي لا استنى كده اه يعني انت كده مش شايف الشاشة لا طيب ثانية واحدة طيب ها كلوكوا جماعة مش شايفين لا انا شايف اه طيب عبدالله انت رفس قصة عباد كده شايف تمام 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 جميل طيب اه ماشي احنا قلنا هنا اه امبوت عملية حسابية وهنعمل تاني اللي هو الحاجة النهائية اللي طلعت جميل طيب اه عايزين نحطهم اه كمخطط مصار اه مخطط مصار البرينت بيتكتب ازاي نبص يا جماعة البرينت بصوا يا جماعة الانبوت والاوتبوت بيبقوا بيبقوا بالمنظر ده شايفين الشكل ده يعني اي حاجة هتاخدها من المستخدم او اي حاجة هتطلحها للشاشة هتعمل الشكل ده ماشي يبقى لما نيجي نعمل اه احنا عايزين نعمل برينت يبقى نعمل حاجة بالمنظر ده كده ماشي وهنكتب برينت الايه طبعا المكان هنا ضيق شويتين بس هنكتب ايه البيرس او ايه بلاش بلاش نقول كده نقول انتر البيرس ديت تمام بعد البيرينت ادي ادي اول حاجة انا خلصتها البيرينت ماشي وبعدين عايز اخد من المستخدم امبوت اه يعني انا ده وقت اتبعت له حط حاجة على الشاشة هو هيروح برضو خاطط حاجة تمام فاعمل برضو شكل مشابه لده لانه البيرينت اللي هو الاوتبوت اللي انا بطلعه والايمبوت اه واخدين نفس الشكل بيستخدموا نفس الشكل ماشي فالايمبوت هنا بياخد ايه الايمبوت اه قلنا البيرس ديت ايكوال ايمبوت طبعا انا نسيت احط الايه الانت يعني انا بكتب كل حاجة اه اه او او في الحالة دي مش محتاجين نكتب احنا محتاجين نكتب ايمبوت وخلاص كيفية او نكتب ايمبوت احنا مش محتاجين نحط تفاصيل هنا زيادة عن كده يبقى عرفنا ان هنا بيجي لي مدخل باخد البرس ديت كايمبوت تمام طيب ادي تاني حاجة عملناها في مخطط المصار اللي عملية الحسابية اللي عملية الحسابية بتعمل ازاي نبص يا جماعة هنا اي بروسس بتبقى بالمنظر ده هحط هحط شكل مستطيل تمام والمستطيل ده هيكون فيه الage عشرين عشرين ناقص البرس ديت اللي جات من هنا تمام ادي العملية الحسابية عملناها فاضل الحاجة الاخرانية اللي هي print فدي هنعملها هنا كده وهنقول ايه اختصارا الage ماشي طيب طبعا الموضوع هنا سهل يعني بسيط يعني بسيط احنا مش بنتكلم في حاجات معقدة فانتو شايفين انه طب احنا ليه نعمل كده اه دهوقتي سهل بس بس لما نمشي بعد كده هتعرف ان اسهلك خالص ان انت تبتلي تفكر وتخطط للبرنامج قبل ما تكتبه يعني تخطط بالمنظر ده الاول وبعد كده بعد ما تفهم الخطوات بتاعتك هتبقى ماشية ازاي تبتلي تروح للكود وتكتبه طب يا جماعة في اي حد ليه اعترض على اللي شايفه في الشاشة لا يوسف لا عبدالله طبعا يا جماعة انت بفيش حد فيكو بيكسف ما فيش حد تاني هشرحكم القصة دي مش هذا الوحيد يعني اللي بشرح الفلوت شارت او خطط المصار اكيد اكيد هتلاقي فيديوهات تعمل الكلام ده بس بس في الحتة بتاعتنا هنا اللي هيخدمنا على البيسون اه الا اذا شفت حد مثلا بيشرح المنهج الانجليزي فاكيد هشرح الكلام ده بس طبعا هيكون بالانجليزي مش مش معرض الا لو لقيت محد مصري بيشرح الكلام ده اقول ليه ليه في يعني الفرق بين الشكل اللي الكلام جوا اه الفرق في الشكل اه ما هو انت كتب فوق ام وتحت المدخل يعني التانية زي خطوة التالتز اللي هي بيرس ديت امبود زيها زي اتش بتحياء يعني ده مدخل انت داخلت ده مدخل انت داخلت ببا ليه ده ده في شكل وده في شكل لا هما هما في شكل واحد بس يمكن عشان المساحة تقصد هنا يعني تقصد ليه ده مش زي ده وده المستصير انت مش هو هو صح انت ده مختلف عنا ايو 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 بس اللي بيحدد الكلام ده العمل يعني اللي صمم اللي صممه انه انت لما تيجي تعمل يعني بص خد بالك انت شايف هنا شايف هنا اللي بيحصل شايف شايف المخطط المصار ده ليه هو بيستخدم احيان حاجة بالمنظر ده وليه وليه بساعد بيستخدم حاجة بالمنظر ده ما هو ده مستطيل هو وده مش مستطيل صح يعني الشكلين مختلفين ما هو ده بناء على ايه ده بناء على ايه ايه اقولها ايه مواصفات الفلوتشارت يعني الهيئة اللي صنعت الفلوتشارت او اخترقته قالت لما تيجي عشان عشان تقول حاجة الناس كلها يبقى متعرفة عليها وتفهمها فهي عملت اشكال معينة تستخدمها انت مينفعش تستخدم اشكال من دماغك انت عايز تعمل فلوتشارت يجب تستخدم الارو ده لازم تستخدم السهم بالطريقة دي تمام الترمينال اللي هو زي اللي بتكتف فيه لازم يكون بالشكل ده لما تعمل لما تعمل عملية حسابية هتحطها هنا بالشكل المستطيل ده تمام اما بقى لو لو حبيت تعمل input او output يعني تطبع حاجة او تاخد حاجة من المستخدم لازم تحطها في الشيب ده بالشكل ده دي حاجة standard يعني مش انا اللي مخترح او مش انا اللي باخد قرار فيه هي دي standard للغة زي ما انت كده لما بتعمل print بتاعة بتاعة الpython هل انت تقدر تغير في format بتاعتها هي جاهزة بالمنظر ده لازم فيه خسين لازم تحط خسين لو حطيت خس مش هيقبلها من فهمتني انت عباد صح اه تمام ماشي تبقود حتي عباد ولا اه اوكي جميل طيب احنا يا جماعة خلصنا اوكي الpeer البرجرامي خلص اه طيب بسم الله رحمن رحيم طيب انتو شايفين الشاشة اللي انا بشاركها معاكم دلوقتي اوكي طيب جميل طيب بصوا هنا مين خد باله ان الجزء دي print statement عادية يعني ده متغير days ده متغير جميل والprint statement دي يعني امر الطباعة ده هو وحطوا بطريقة بصورة مختلفة هل ده واضح بالنسبة لكم ولا ممكن يعمل لغبطة يعني انا ممكن احط print كده الطبيعي اللي احنا print بتاعتنا اللي قبل كده كنا بنحط الجزء الstatic الاول ثانية واحدة وبعد كده نحط الجزء ال dynamic اللي هو هنا المتغير مثلا ال H وهنا اي H is يعني انا حطيت هنا جزء ده اللي احنا عملنا قبل كده جزء وسميناه static او ثابت متغير وده H ده راجل متغير في قيمة هيجيبها من الميموري انا ممكن اعكس الكلام ده بحط الجزء ده هنا الاول وخلي ده يتحرك يبقى هنا هل ده في مشكلة بالنسبة لكم وهو ده اللي عمل هنا لا حط المتغير في الاول وحط الجزء ال static السابت في الاخر ده بمزاجك انت انت اللي بتحكم فيه لا بسيبك مشكلة فوق ليه ليه في رأياني هيكتبها بس هيتبقى غلط مش هكون مفهومة يعني توصد انه الناتج بتاع البرينت هيكون حاجة مش مفهومة بس كده لكن برمجيا فوق هنا توصد اه ليه تحت مزبوط في هتبقى مزبوط تمام الكلام مزبوط لكن فوق لا فوق لا هيكون توصد المعنى مش هيكون مزبوط صح تمام بس كده فاحنا بنتحكم في البرينت ايه اللي يظهر الاول واللي يظهر تاني بناءنا على احنا عايزين نوضح التكست او النص او نظهره بأني صورة يعني الموضوع ايه مارن بالنسبة لنا احنا نتحكم فيه هل الحتة دي واضحة ولا ايه تمام جميل طيب شايفين يا جماعة دا سكراش اللي صح سوري تقول ليه حبل دا سكراش اه اللي تحت دا سكراش اه وده اللي بيبتدوه للطلبة في البرمجة من سن سبعة لتناشر سنة بس في النهاية سكراش يعني انت بش هتلاقي او منك وظيفة باستخدام السكراش في سنة في سنة 14 سنة يعني صعب مش صعب غير مفيد على الاطلاق ان انا ديك سكراش انت شفتوا قبل كده مين شاف قبل كده او عرف السكراش غير عباد فاطمة يوسف عبدالله لا موسيقى تمام هو السكراش يا جماعة عبارة عن برضو حاجة للبرمجة بس بتستخدم فيها ايه ما بتكتبش فيه اكواد باديك بتجيب فيها بتنفذ الاكواد او البرنامج اللي انت عايز تعمله او اللعبة اللي انت عايز تعملها بان انت تاخد اشكال وتركبها فوق بعض عن طريق الموس تمام بس في النهاية دي يعني دي مرحلة مبدئية خالص يعني بيعلموها الاطفال عشان يبتدوا يفهموا او يمهدوا لهم الفكر البرمجة لانه صعب جدا في عمر سبع سنين حد يبتد يفهموا البرمجة وشكلها عاملها ازاي يعني انا هتحاول تدرس بايسون واحد ده فيه ناس فيه ناس بتتقبل الاجانب بيقرسوا على الاولاد في سن بدري وبيدوهم كميات علم كتير ففيه ناس انا شفت طلبة يعني شفت ابهات وطلبين في سن 11 سنة او 12 سنة الاولاد يتعلموا بايسون شفت الكلام ده بس في المدارس لا يعني يعني دي حالات استثنائية بيبقى الاب ايه قرص على اولاده عشان عشان فاهم كويس قوي انه اي مبرمج بيتعلم البرمجة بتأخر بيبقى بيبقى فيته حاجات كتير قوي تمام طب جماعة القصة دي واضحة في النهاية في النهاية في الوقت الحالي ما نكونش دعوا به لانه ما حانش بيشتغل بالسكراتش يعني سكراتش ما هياش لغة برمجة انتوا هتشتغلوا بيها في السوق لا انتوا تدرسوها اه لكن تتعلموها من اجل انتوا بتشتغلوا بيها لأ ما حانش بيشتغل بالسكراتش تمام واضحة نامية عباد عندك اي سؤال لا طيب طيب يا جماعة شايفين ده هنسميه ماشي دي عملية عملية فيها جمع فيها ضرب شفتوا شفتوا الكلام ده حاجة غريبة جدا نبتدي من ايه نبتدي من الشمال ولا اليمين في رأيكم يوسف وفاطمة نعم نبتدي من اليمين ولا من الشمال يعني لما عندك كزا عملية حسابية هنا في عندك الزائد وفي عندك الضرب تبتدي من هنا ماشي جميل ده تخمين ولا 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 راية لا هنجمع هنجمع الـ 28 عالـ 30 وندربه في 4 والنتك اللي هطلع عن زودة على 31 وندربه في 7 طيب مين عنده رأي تاني نبدأ بتضربه بعد نجربه طيب بص هو احنا الطبيعي الطبيعي اول ما يكون عندي عملية حسابية بالمنظر ده كده فعلا بنبتدي من اليمين بس بس حتى لما نبتدي من اليمين في ترتيب للأولويات الأولوية الأولى للضرب الأولوية التانية للجمع يعني لما تشوف جمع هنا لا نفذ الضرب الأول وبعدين اجمع تمام يعني اه انا فعلا مفروض ابتدي من هنا وهلاقي آآ آآ علامة زائد بس لقيت هنا علامة آآ 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 أوكي آآ لقيت هنا علامة آآ ضرب فهضرب الأول ماشي وطلع الناتج وبعدين آآ أجمعه وهنا هضرب الأول وبعدين طلع الناتج وبعدين أجمعهم كلهم مع بعض هل الحتة دي واضحة تمام آآ فاطمة لا فاطمة أكيد علي طب قوليلي قوليلي فهمتي ايه من اللي أنا قلت بلاش بلاش واضحة من اللي واضحة قوليلي اللي انت فهمتي ايه انا سمعك يا فاطمة طيب ايه اللي ليه أولوية الأول يا فاطمة فاطمة لا الناس كلها هتنام كده معنا فينك عالي صوتك يا فاطمة فاطمة انا مش سمعك فاطمة انت موجودة اصلا ولا ولا روحتي فين لا معبيلة بس انت بيقط طمام جميل اه قوليلي بقى كده اه ايه اللي اولوية الاول نعمله نضرب بعد نجنو طمام جميل ماشي طيب طب يا جماعة دي الحاجات اللي ممكن نعملها جو اللغة البرمجية اللي هي اسمها بايسون ماشي طبعا الكلام ده سهل ومفوش اي مشاكل خالص في اول اربع حاجات هنا كده وطبعا بيتشابه في بقية اللغات البرمجية يعني دول كده سهلين جدا جمع وطرح وضرب واسمها ايه الجمال ده مفيش يعني كله سهل صح كده طب ودول بقى التركات هنا دي التوازي ايه التوازي دي معناها ايه في رأيك حاجتين بيمشوف ما صار مد ما عرفش طيب ماشي ما ظنش ان معناها نفسي معناها الرياضة صحيح اه 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 بالزبط بالزبط طيب والريمايندر دي النسبة المقوية دي بقى لا 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 دي مش نسبة مقوية بص خد بالك بص بيعمل الاربع حاجات اللي تحت دول بنستخدمهم في الرياضة لكن ما ظنش ان استخداماتهم مياه حقيقي فعلا دول استخداماتهم مختلفة فعلا انت عندك خط ماشي اه طيب اه دي اللي هي زي كده اللي هي القص اه تمام ودي اه بص بقى انت لما تقسم خمستاشر على اتنين هيطلع لك رقم في علامة عشرية تمام بس احيان بنحتاج الكلام ده نحتاجه بعدين بس سيبك من هنحتاجه في ايه خلينا نشرح الحتة دي الاول اه ايه اقرب رقم اقل بالخمستاشر يتقسم على الاتنين ويكون ما يكونش في باقي اربعتاشر تمام اربعتاشر تقسم على الاتنين مش هيكون في باقي طب الفرق ما بين اربعتاشر وخمستاشر كام واحد يبقى الباقي واحد يبقى ناتج الديفيجن ده او اللي هو ايه الرمايندر ده ده هنسميه رمايندر والعلامة دي اسمها موديلس ماشي فاذا لما تقول خمستاشر اعملوا موديلس مع اتنين هيطلع لي الناتج واحد سبعة زي الواحد على الاتنين انت عايز يعني الفرق بس لكن ما بتطلعش المعادلة كاملة هي واحد بس انت عايز واحد يعني القصة دي كلها الناتج بتاعها واحد طيب سؤال اربعتاشر موديلس اتنين هيطلع الناتج كام هيطلع الباقي كام لا احنا هنا بنتكلم على الباقي باقي الاسم يعني بص من اخر كده لو الرقمين يتقسموا على بعض ويتطلع لك رقم صحيح يبقى على طول اوتوماتيك كده الناتج هيكون سفر الباقي لما تقسم رقمين على بعض ويطلع الناتج علامة عشرية يعني مثلا تلاتين على موديلس اتنين هيكون كام سفر سفر لانها تلاتين اصلا تتقسم على اتنين وتطلع خمس عشر يعني مفيش باقي اما تقسم تلاتين على اتنين هتطلعك رقم صحيح ايه خمس عشر احنا بس بنبص انه لو طلع في لوت يعني لو طلع في لوت رقم في علامة عشرية يعني معنى ذلك ان انا عندي باقي باقي للاسم هو ده باقي الاسم طيب فاطمة ويوسف ايه الحتة دي صعبة صعبة لا 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 حلفوا بالله ما صابر والله ما صابر طيب الحمد لله طيب كميل طيب نشوف بقى الانتجر ديفيجن ده الانتجر ديفيجن ده الانتجر ديفيجن ده بيجيب لي سي مسلا خمس عشر اما تتقسم على اتنين هتطلع لي ناتج كام رقم في علامة عشرية صحي كده هتطلع سبعة بوينت حاجر بوينتو بوينت خمس ماشي بوينت خمس جميل طيب لما نعمل الاسم بالمنظر ده هيجيب لي السبعة بس يرجع لي السبعة بس هيرجع لي الجزء اللي هو انتجر بارت ماشي الفلوت بارت او الديسيمال بوينت يعني مش هتطلع لي الجزء اللي فيه من بعد العلامة العشرية هتطلع لي السبعة بس تمام ها الحتة دي وضعها ايه ماشي طيب جميل طيب اتنين قص تمانية يعني اهو تعملها ازاي هنا في البرمجة تعمل استريكت استريكت تمانية هي بالمنظر ده كده يا جماعة واضحة هي سهلة هي بس انت تعرف تستخدمها ازاي وتطبقها ازاي او سمحت بس الهتة الاخيرة دي تاني ليه دي اه طيب انت عارف القص اه عارف القص جميل طيب القص عشان تكتبه في البرمجة بلغة البيسون اه تكتب ايه اتنين استريكت استريكت دي استريكت دي علامة الضربة هي تمان ماشي بس لما اعمل منها علامتين كده دعني انها علامة القص يعني الرقم ده هيطرفع لقص تمانية بص تمان عشان تكتبها برمجيا انت متقدرش تكتب ده كده في البرمجة ماشي بطحت تمام تمام فهمت جدا طيب اه اه طيب يا جماعة اه احنا بتهيالي نقشنا قبل كده الحتة دي بس خليني نتأكد انتوا عارفينها اه شايفين العملية الحسابية دي دي عملية الحسابية دي خالص الراجل هنا بيقول ايه انه عندي شهر واحد فيه 28 يوم ده غالبا انه هو ايه فبراير ماشي وعندي اشهر سبعة شهر فيهم 31 يوم تمام وعندي اربعة شهر اه 30 يوم فهو ايه عشان يجيب عدد الايام اللي في السنة اه عشان يجيب عدد الايام اللي في السنة الواحدة عمل العملية دي يبقى ايه فبراير على طول شاز اه وبعدين اربعة في 30 يوم اربعة شهر في 30 يوم وسبعة شهر في 31 يوم جميل طيب اه كوان طب هو خزن الكلام ده في days يعني هيتخزن انتجر يعني قيمة من النوع انتجر هو هو ناتج الجامعة والضرب هن خزنها في days تمام اه جيه حط في الكواند فاريب المتغير اسمه كواند ده خد ال days بتاعت السنة بتاعت السنة الواحدة وضربها في اربعة وحط زائد واحد ماشي دول عدد الايام اه اه في الاربع سنين في اربع سنين هل الكلام ده فيه صعوبة هو جماعة واحد اه اه دي حاجة فلكية ماشي دعوة بالبرمجة ماشي تقريبا كل اربع سنين بتزود يوم بس دي حاجة فلكية بحتة ملحش دعوة خلص بالبرمجة هو تقريبا عشان السنة 65 و 60 يوم وربع فكل اربع سنين بالزبط بالزبط هي حاجة فلكية بحتة في ملحش حتى لو ما حططناش هنا مش قصة المهم انه احنا عايزين ببرمجة نفهم هو عمل بس ايه هل دي واضحة فيها اي مشكلة يعني يعني سيبك من الواحد دي خالص مهاش او مراها قصة بتاعتنا يعني هي دي حاجة فلكية ها ايه جماعة يوسف وفاطمة طيب جميل اه طيب مين مين يا جماعة يقدر يشرح لي الكود اللي قدامي ده يوسف وعبد الله اه حد فيك يقدر يشرح لي الكود ده المتغير ماشي جميل سوي خمسة في المتغير في المتغير دابل دابل هيبقى اتنين في في خمسة في المتغير جميل يعني يعني الدابل هيبقى كام في الاخر مفروض عشر جميل ممتاز طيب اه لما لو انا حاولت اعمل print كده وايه قلت number equal كتبت كلمة number هنا في رأيك number اللي هتطلع هنا دي هتطلع قيمتها كام متغير number هنا هيطلع قيمته كام خمسة ولا خمستاشر خمستاشر ليه عشان احنا لنلقي المتغير number زي يعني اقولها ازاي المتغير number روح شوف حطي في خمستاشر فاحنا ما بقى ما لناش دعب الخمسة دي خالص طيب يوسف وفاطمة الحتة دي واضحة بعمانة مش عايزة حلفه كل مرة بيش طيب طيب احنا بنقترب بنهاية الدرس فخليني احاول اعمل حاجة سريعة عبدالله انا مضطر ايه اقوليك الاول القصة بتاع تويتر دي مشان الدرس المرة الجاية هاي بص يا عبدالله اه اه انت في المجموعة التانية يا عبدالله احنا قلنا ايه احنا قلنا اه كل واحد فيكو هيلخص اه فيديو معين انا كده هشارح هنا القصة دي مش هايدها من قوله تاني بس هي القصة في ايه ان انا هاديك اللينك ده او الرابط ده اللي ظهر لك على الشاشة وهقولك تعالى لي كل درس او كل حصة اه حطيلي تعالى تحت الكومنت هنا اكتب لي التاريخ بتاعك واكتب لي انت ملخص الدرس ايه ماشي وحطهولي تحت هنا باسمك طبعا انت لما تدخل على تويتر هيبقى باسمك اصلا فانا هبقى عالف دي ما فاطمة عملت كده الوحيد اللي عملها فاطمة تمام طيب لما تكتب لي ملخص الدرس ما ينفعش تحط لي صور احيان لما تكتب الريبلاي مش هيقبل منك ممكن لو عدد سطور زيادة هو ليه عدد سطور معينة هيقبلها منك او عدد خروف معينة لو لو زيادة انا مش مسبوح تحطه صور لانه الهدف من تلخيص الدرس انه هاخد انت لقصه ده وحطه باسمك تحت الفيديو يعني هاخد بس طبعا يعني فيه في فيديوهات هيلخصها اكتر من شخص احسن تلخيص هو اللي حاب جميل وهكتب اسمه زي ما انا عملت مع عباد كده الوحيد اللي اتحط لحد الوقتي ملخصات باسمه عباد لحد وقت اتنين فيديوهين تمام انا فيه امكان فيه فيديو فيه صورة بعدتها على على الفيس ممكن لفاطمة واليوسف مش فاكر اللي بعدت لعبدالله او لا المهم انه في الاخر الوحيد اللي اتحط ملخصات باسمه عباد جميل فاطمة الوحيدة اللي حطت لحد الوقتي كومنتات بالهومورك بتاعها انا لسه ما عملت الشيك على الهومورك او هو صح او الوحيد بس هي الوحيدة اللي عملت ده لحد الوقتي جميل طيب لو فيه سؤال تاني انا حطتقولك في الواجب هتجاوبه مسموح لك بتحط صورة او رابط لان انا لو خطت لك مسألة برمغية فانت هتحلها على الربيلت كده هتحلها هنا وتاخد الحل بتاعها وتعمله تاخد الرابط كده وتنرهولي وتحطهولي هنا كده بالمنظر ده هل ده واضح يا جماعة انتوا شايفيني الشاشة بتاعتي ايو تماما طيب هل ده في صعوبة يا جماعة لا طيب فاطمة فاطمة خلاص عملته عبدالله وعباد في صعوبة انا مش كل الموضوع اتتكي على وابعت لك اللي كنت ابعته بس خلاص ايو هو كده فيها صعوبة انا مش سامع حد ما حدش حد برود علي لا انا قلت لا لا انا ماشي خلاص طيب الحمد لله الحمد لله طيب طيب سريعا هنا كده انا لسه معي دقايق ماشي هعمل ايه هعمل اه وحط فيه عشر وهعمل وحط فيه اه اقول مثلا ثلاث ماشي يا جماعة الحتة دي مفهومة خلاص كده كده ممتاز جدا فاطمة ويوسف نشوفك بكرا ان شاء الله شكرا يا جماعة سلام عليكم machüp حشوكbed موسيقى